أشكرين قرائكم في مكة إلى مدينة أترك الجواب الشيء تتفكين نعم أنت الآن عندما تهاجر من بلد إلى بلد أول شيء تفكر فيها إيش عندما تتفكر من واحدة إلى مدينة ما هو الأول ما تكتشف عنه؟ السكان أول شيء صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة بنى ماذا؟ بنى المسجد أول مسجد أسس في الإسلام مسجد قبا طيب بعد هذا بنى بيت؟ بنى المسجد النبوي بعد هذا بنى غرفتين صغيرة الغرفة هذه متر ونصف في متر ونصف إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة وعائشة نائمة لا يستطيع يسجب لا يوجد مكان لازم هي ترفع عجليها حتى يستطيع يسجب إنه نعم إذا كان صلى الله عليه وسلم وإن عيشة رضا عنها لن يكون لديه سجود لتفعل سجود لذلك يجب أن تحرك عيشة رضا عنها لتحركها بسجود لذلك لا يوجد فيها دورة مياه لا يوجد مطبخ لا يوجد صالة لا يوجد شيء هذه الغرفة لا يوجد غرفة هل تغيرت الغرفة عندما جاءت الأموال والفتوحات وكذا؟ لا إلى أن مات عليه الصلاة والسلام لا تغيرت حتى يسجب صلى الله عليه وسلم نعم هذا يؤثل فيك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام أهل الإخلاص ما أراد الدنيا لم تطرأ له على بال إليه الصلاة والسلام لا يوجد أن تحرك هذا المياه لم يكن لليه بحث هذا الناس لا يوجد أن يتقم رسول الله لنفسه لا يغضب لنفسه لا يغضب لنفسه لا يغضب لنفسه فقط لا يوجد خرارة لنفسه إذن أنت المفروض أن لا يكون غضبك إضاء إلا لله إذاً أعلم ويقول أخلاق النبي يقول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هل هي فقط مع المسلمين؟ لا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت حتى مع الكفار حتى مع أعدائه طيب ما هي أخلاقه؟ عائشة رضي الله عنها لخصت الأخلاق قالت كان خلق القرآن يعني إذا أردت القرآن عملي أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لابد تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يجب أن تتبع المسلمين من المسلمين من المسلمين اليوم عندكم يقرأ في الحديث عن بعض الأشخاص صحيح؟ هذا مثلا رئيس وهذا فاتح المهم هذا عظماء لا يكون شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم والله وعندما يتحدث عن هذه الكفار حتى مع المسلمين والمسلمين وكلهم لا يوجد شيء في حق النبي صلى الله عليه وسلم نعم توفيه يتكلم Acts 2 وكثيرا في الشيء الانتظار في الصحة ويكون قد يجب أن يطبعنا ويجب أن يصنعوا للجبب ويجب أن يتكلمون ويجب أن يتكلمون حتى يوافر ويجب أن يكون شيء طويل ويجب أن يصنعوا للأعجب ويجب أن يحصل إلى أن يحاول أن يصحون ويجب أن يفعل يعني لا تأخذ في الله لوم تلاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي بأحد في دين الله قام على الصفا قام على الصفا وآخذ يقول للناس يعني بالدخول في دين الله أنقذوا أنفسكم اليوم أنت لو تسعد في أي مكان هناك في بريطانيا وتقول يا أيها الناس اشتروا أنفسكم ممكن تقول لا لا أصنع ممكن يقول عني مجنون صحيح؟ هي نعم الشيخ قال لو تحاولت لكي تفعل ذلك في إغلاد ويذهب في مكان في إغلاد ويقول ذلك ويقول للناس ساعدوا أنفسكم ويذهب إلى الإسلام الناس ستفكرون أنفسكم هو لم يبالي بأحد في دين إلا عليه الصلاة والسلام لكن بحكمة ليس بجهل نعم نعم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أي صلاة عليه الصلاة والسلام كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضو الله عليهم إذا أخطأ واحد منهم رجل تكلم في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهذا يتكلم في الصلاة لو تقول أنت إمام واحد يتكلم في الصلاة إيش تصنع ممكن تضربه أو تقول لماذا تتكلم ترفع عليه الصوت صحيح أقل شيء تنظر إليها كب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس بدأ يعلمه هذا الرجل كان مذنب أصبح بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم طالب عليه يسأل يتعلم هذا الرجل كان مذنب يصبح مذنب كيف كان بحسن الله؟ كيف كان بحسن الله؟ جاء نسمع الآخرين لكان واحد اشتكاد إليه كان يعني كلمهم بكلام دينين حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عزل عن الناس كان قريبا من الناس أي أحد من الصحابة أو الصحابية تريد النبي صلى الله عليه وسلم يلقى حتى الصغار حتى عندما يجلس عليه الصلاة والسلام في المسجد مع الصحابة لا يتميز عنهم لا بلباس ولا بجدوس حتى عندما كان المسجد كان المسجد لا يمكنك أن تخبروا من المسجد لأنه سيكون نعم أكثر أسماءه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له أسماء محمد يعني حتى يحمد أهل السماوات يحمد أهل الأرض يعني حتى يحمد أهل السماوات يعني حتى يحمد أهل الأرض يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قبل النبي عليه الصلاة والسلام یعني من قبل النبي عليه الصلاة والسلام فكان الناس يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق و بالأمانة نعم But the prophet did not accept charity and what they gave to the people يعني هو أزهد الناس عليه الصلاة والسلام نعم